دعا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بريطانيا تحت قيادة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كيرل ستارمر إلى المساهمة العملية والفعالة لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا غالي وفي رسالة تهنئة وجهة إلى ستارمر بمناسبة انتخابه رئيساً لمزراء المملكة المتحدة أعرب عن أمله في أن تلعب المملكة المتحدة دوراً أكبر في إنهاء خمسة عقود من الاحتلال الإشنبي للأراضي الصحراوية بصفتها مدافعاً قوياً عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب إن شعب الصحراء الغربية الذي هو ضحية احتلال الأجنبي منذ ما يقارب من خمسة عقود يتطلع دائماً إلى المملكة المتحدة كمدافع قوي عن الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والشعوب نأمل أن تساهم المملكة المتحدة تحت قيادتكم بشكل عملي وفعال في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا خدمة لصون السلم والاستقرار والأمن في منطقتنا